اهلا بكم على الرغم من سلاح التجويع والحصار والقصف المستمر تفاوض المقاومة بالنار في الميدان وكذلك على طويلة المباحثات في القاهرة وتؤكد مشاهد الكتائب المقاتلة انها تكبد قوات الاحتلال خسائر مادية وبشرية وتسمر في قصف المستوطنات الاسرائيلية اما في الضفة فالخوف من اشتعالها اكثر بالعمليات الفردية والجماعية جعل الاحتلال يترقب ويشن حربا استباقية بالاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات واخرها ما حصل في مخيم بلاطة وفي الجبهة اللبنانية المقاومة تفجر دبابة ميركافا وتقصف بالصليات الصاروخية المستوطنات وكاميرا الميادين رصدت بالصوت والصورة استهداف المقاومين لموقع بركة ريشا وصحيفة معاريف تقول ان عددا كبيرا من المستوطنين في كريات شمونة باعوا منازلهم ولن يعودوا الى المدينة حيث استقروا في مدن اخرى والقوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة جديدة ووزير الدفاع في حكومة صنعى يتوعد بمفاجآت اخرى لاطلاع على ميدان تفان الاقصى معنا الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية الدكتور هاني الدالي والخبير العسكري العميد شرب الابو زيد اهلا ومرحبا بكما وابدأ مع سياد العميد شرب الابو زيد وتحديدا من الميدان في قطاع غزة خاصة في الشمال الذي لا يزال يشهد هذه الاشتباكات المتواصلة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية نعم من الشمال نبدأ ولكن يجب علينا ان ننوه بان العدو الاسرائيلي يحاول التدمير اكثر يحاول القتل اكثر المثلس الموت ما يزال مستمر مع العدو الاسرائيلي ونعني به القصف الجوي والبحري والمدفعي اضافة الى التجويع اضافة الى الاوبئة اليوم كانت الصورة الميدانية في شمال قطاع غزة كالتالي كان هناك قصف على دوار الكويت وحيث شاحنات المساعدات وادى ذلك الى شهداء والى جرحاء كذلك الامر كان قصف على شارع الرشيد ايضا حيث المواطنين يهرعون للمساعدات فازا قصف منطقتين اليوم لشاحنتين محملتين بالمساعدات اضافة الى قصف بيت حنون وقصف بيت لهيا كذلك الامر كان هناك قصف على غزة على مستديرة في داخل غزة هي دوار الدحدوح وقد ادى ذلك ايضا الى شهداء والى جرحاء في المقابل يعني كان هناك غارات جوية على جبالية وايضا ما يزال هناك حصار قوي على المستشفىين مستشفى الشفاء ومستشفى كمال عدوان في مستشفى الشفاء اليوم كان هناك تسع شهداء عدى الجرحة في مستشفى كمال عدوان كان هناك ثماني شهداء عدى الجرحة في بيت لهيا تم تدمير منزل آل الكيلاني كان هناك خمس شهداء في بيت لهيا المقاومة الإسلامية حماس وغيرها من الفصائل في القصاصيب مثلا منطقة القصاصيب قامت المقاومة بتقنص العناصر للعدو وتم قتل جندي داخل منطقة القصاصيب كذلك المقاومة قصفت بصواريخ 107 موجهة شرقي القصاصيب في جباليا كذلك الأمر كانت هناك اشتباكات مع قوات العدو وتم قنص عنصرين للعدو إضافة إلى على أطراف جباليا الشرقية فإذا كانت هذه المنطقة ملتعبة إضافة إلى تل الهوى في تل الهوى كان هناك نمر ناقلة جند نمر فقصفها المقاومون ناقلة جند المحصنة نعم قصفها المقاومون وقاموا بتدميرها بمن فيها فهذا النمر بمن فيها حوالي أكثر من سبعة عناصر لجيش العدو الإسرائيلي في تل الهوى تم استهدافهم اليوم تدمرت ناقلة الجند نمر المصفحة وفخر الصناعة للعدو الإسرائيلي تم تدميرها بمن فيها في منطقة حي الزيتون كان هناك محاولة اقتراب لبعض الدبابات تم صليها وأيضا خرجت خارج الغلاف كذلك الأمر في منطقة المقبرة الشرقية قصفها المقاومون من جبالية ومن القصاصيب لهذه العاليات أوقعوا من بها يعني بين قتيل وجريح ثم خرجت عائدة فإذا في شمال قطاع غزة يحاول العدو وأيضا ننوه بأن يعني البوارج العسكرية هي دائما ما تقوم بيعني زيادة الإجرام إن كان باتجاه يعني كل شارع الرشيد من جنوبه إلى شماله بما يختص بالمساعدات الإنسانية التي يعني تقوم بعض الدول كالأردن ومصر وفرنسا وأمريكا في إلقائها لهذه المنطقة رأينا اليوم بأن المساعدات الأمريكية أكثر من نصفها وقعت في منطقة زيكيم هنا في هذه المنطقة خارج شمال قطاع غزة وبالتالي يعني هذه المساعدات يعني غير مفيدة واي عبارة عن مساعدات بروباقاندا أكثر منها مساعدات إنسانية لهذا القطاع من يريد أعطاء هذا القطاع مساعدات فعليا يجب عليه فتح المعابر إن كان أرس أو المنطقة أو معبر رفع وربما يعني كل المساعدات التي أنزلت عبر الجو سيادة العميد لا توازي لا توازي حتى الذي سقط أو لم يسقط في قطاع غزة لا يوازي شاحنة أو شاحنتين على أكثر تقدير وهنا أتوجه بالسؤال لسيد هاني الدالي سيد الدالي بداية لماذا يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليس مغلوب على أمرها إذا أردنا أن نصنف بقية الدول مغلوب على أمرهم وهي غير مضطرة للإنزال الجوي لماذا أقدمت على هذه الخطوة بالرغم من أن لديها القدرة على الضغط على الولايات على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات برا لماذا برأيك الأقدام على هذه الخطوات طبعا للتوضيح الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء رئيسي من هذه المعركة على شعبنا الفلسطيني لأنه هي تعتبر أن الإهانة والزلزال الذي أصاب الاحتلال لإسرائيل هو لم يصيب الاحتلال فقط هو أصاب الولايات المتحدة الأمريكية وأصاب أداة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية لذلك أمريكا تعتبر أن هذه حربة وأن هذه معركتها ولابد أن تنتصر فيها هذا لابد أن يكون ثابت من الثوابت وكل من يقول أن الولايات المتحدة تضغط والولايات المتحدة تقوم وتفعل هذا كلام غير دقيق الولايات المتحدة الأمريكية آخر موقف قامت فيه بإفشال الفيتو في مجلس الأمن هذا للتوضيح أما ما يقوم به بايدن له حسابات خاصة بمعنى أن هناك ضغط أمريكي داخلي شعبي وهناك ضغط من حزب الجمهوري وهناك ضغط من مؤسسات أمريكية على بايدن وأنا هنا أتحدث حقيقة أن الضغط كبير على الإدارة الأمريكية وخاصة الداخل إضافة إلى الضغط الخارجي إضافة إلى الإحراج سواء كان من ما تمارسه إسرائيضة شعبنا فلسطين وخاصة المجازل التي تتكبتها وهذه طبعا تشكل ضغط على الولايات المتحدة وعصوة الولايات المتحدة وتشكل حرج عليها لذلك الولايات المتحدة تقوم بالإنزال الجوي ليس من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطين بل مساعدة الاحتلال الإسرائيلي في التغطية على جرائمه وإعطاءه مزيدا من الوقت ومحاولة امتصاص الغضب الداخلي الأمريكي والغضب العالمي لأنه عندما نتحدث عن آلاف الطائرات التي تمد الإسرائيل بالزخائر وبالأسلحة ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال فقط ثلاث طائرات لذر الرمات في العبون خاصة على أعداد الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيد الدالي طيب الاستهداف الإسرائيلي مرة أخرى للمواطنين الذين هرعوا لربما الحصول على المساعدات التي تنزل من الجو يعني حتى هؤلاء لم يسلموا لأكثر من مرة هذا غير المجزر الأولى التي ارتكبت في شارع الرشيد أيضا كان هناك إطلاق نار على هؤلاء المواطنين الذين هرعوا لاستلام هذه المساعدات يعني كل هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل وهذه المجازر بالرغم من التحذيرات الدولية حتى من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تقدم ولم تؤخر شيئا شوف حتى نتحدث بشكل واقع وبشكل حقيقي الكيان الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي تعثر في قطاع غزة والفشل أصبح واضح ويزداد وضوح يوما بعد يوم ولا قدرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أي من أهدافه حتى لا نكرر هذا الكلام الآن واضح أن ورقة الضغط على المقامة الفلسطينية عسكريا وورقة الانتزاع الأسرى من المقامة الفلسطينية وهذه أوراق قول الاحتلال الإسرائيلي هذه الأوراق وهذه الوراقتين الاحتلال فقدهما بشكل كبير جدا لذلك المرحلة الحالية واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن واقف الحالة الإنسانية أو الضغط على الجبهة الداخلية للمقامة الفلسطينية وجبهة داخلية لشعبنا الفلسطيني هي أهم أوراق الضغط على المقامة الفلسطينية وهي أهم أوراق الضغط التي يمكن استخدامها في مصاري المفاوضات التي يسير في هذه اللحظات وهذا بالمناسبة ليس تكتيك نتنياهو موضوع وليس سياسة الاحتلال الإسرائيلي هي سياسة الاحتلال والاستعمار في كل الأوقات وفي كل الأزمان ولكن الاحتلال الإسرائيلي هو أسوأ احتلال بعرفته البشرية احتلال نازي احتلال قاتل احتلال صارق للأرض احتلال يدمر كل مقاومات الحياة احتلال منزوع الأخلاق والإنسانية وكل شيء هذا احتلال نازي بمعنى الكلمة لذلك واضح أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة تحديدا يلجأ إلى الضغط على الورقة الإنسانية وتحديدا اللي هو الحاضنة الشعبية المقاومة الفلسطينية لأنه يعتبرها أكثر ورقة يمكن استخدامها بعد تعثره العسكري الميداني ومؤشرات الضغط هي عمليات المجازل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم وبشكل أصبح شبه يومي بالمناسبة ومتعمد وليس إنه غير متعمد لا متعمد ومقصود والاحتلال الإسرائيلي أيضا من نظيم الهداف وأن يؤلب الحاضنة الشعبية على المقاومة الفلسطينية وبالمناسبة سيد الدالي إضافة إلى ما ذكرته وحضرتك أيضا موضوع المنشير التي يلقيها بشكل شبه يومي الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو محاولة لضق اسفين كما ذكرت بابين المقاومة وما بين الحاضنة الشعبية لها في موضوع المفاوضات الآن هل من تقدم ملحوظ لأنه هناك تضارب حقيقة بالأنباء هناك من يقول بأنه قد نشهد ربما في بدايات شهر رمضان المبارك المقبل اتفاق ما وهناك من يستبعد هذا الأمر طب بموضوع المفاوضات أنا ما لدي من معلومات وهذه معلومات حصلت عليها قبل لحظات من مصادر داخل المقاومة الفلسطينية أن وفض المقاومة موجود الآن في القاهرة ما زال موجودا في القاهرة وسيغادر القاهرة خلال الساعات القادمة يعني نهاية اليوم احتمال أن يتم مغادرة الوفي حركة حماس قدمت مرونة عالية وعالية جدا في موضوع المباحثات استجابة طبعا للوسطاء وكذلك حمصة على الشعب الفلسطيني وحمصة على أهلنا في قطاع غزة ومحاولة بدل كل جهد ممكن من أجل رفع المعاناة ورفع الحصار عن شعبنا وإدخال المساعدات وخاصة إلى شمال قطاع غزة ولكن هناك تعنت واضح من الاحتلال الإسرائيلي هناك تعنت غير عادي من الاحتلال الإسرائيلي أيضا نتنياهو تعمد لعدم إرسال وفد صهيوني إلى هذه المباحثات رغم ما كان متفق عليه الأمر أيضا الأهم من ذلك أنه شروط المقاومة الفلسطينية واضحة وهي أنا بتقديري لا يمكن هناك مبادئ في شروط المقاومة الفلسطينية لا يمكن التنازل عليها وخاصة موضوع الرفع الحصار وموضوع واقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة وهذا أنا بتقديري لا يمكن التنازل عنه وهناك أيضا تركيز على الجوانب الإنسانية في المرحلة الأولى يعني الجوانب الأهم هي الجوانب الإنسانية وخاصة موضوع المساعدات وإدخال شمال قطاع غزة ولكل شعبنا الفلسطيني ورفع الحصار وإدخالها من معبر رفع كل الشاحنات المقدسة وكذلك موضوع الإعمار وموضوع المستشفيات وعادة تأهيلها هناك موقف أيضا وطني موحد هناك متابعة من معظم الفصائل الفلسطينية وخاص في القاهرة وهناك أيضا إجماع وطني على مطالب المقامة الفلسطينية تلعب الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو لا يريد وقف العدوان وهذا واضح بشكل طيب سيد الدالي سأعود إليك لأن الكلام الذي تتحدث به الآن كلام مهم جدا سأعود إليك ربما لاستكمال الفكرة ولكن سأنتقل مع سيات العميد الآن إلى جنوب قطاع غزة ووسط قطاع غزة هناك محاصرة منذ عدة أيام لمدينة حمد شمال خان يونس جنوب خان يونس الاحتلال اعتقل أكثر من ألف وستمائة مواطن من أهل قطاع غزة لو تشرح لنا بداية ما الذي يجري ولماذا هذه الاعتقالات ما الذي يريده الاحتلال من تلك المنطقة بالتحديد استنادا لما قاله دكتور دالي هناك محاولة ضغط فشل في الميدان فإذا محاولة ضغط في الملف الإنساني لذلك يتعمد العدو الإسرائيلي إلى قصف المنازل مثلا في الوسط قطاع غزة كان هناك قصف جوي وقصف مدفعي لأنصيرات كذلك الأمر بالنسبة للمغراقة قصف مدفعي وجوي على منازل للمواطنين وبالتالي كان هناك العديد من الشهداء والجرحة من المواطنين في المغراقة وانصيرات كذلك الأمر في دار البلح هذا كان الوضع عليه اليوم في وسط قطاع غزة أما في جنوب قطاع غزة فما تزال المعارك على أشدها وخاصة بعد تطويق لمدينة حمد كذلك الأمر تطويق للقرارة شمال خان يونس نعم شمال خان يونس وخاصة مدينة حمد مدينة حمد كما ذكرت حضرتك هناك أكثر من ألف وستمائة مواطن هم موقوفون في مدينة حمد اليوم الفرقة ثماني وتسعون العاملة في جنوب قطاع غزة في هذه المنطقة تحاول التحقيق مع الموقوفين وتحاول بهذه التحقيقات يعني معاملة الموقوفين بشتى أنواع العزبات والتنكيل الهدف معرفة أماكن الأسرة كذلك الأمر معرفة أماكن قيادات المقاومة الفلسطينية مختلفة المشارب التي متواجدة في جنوب قطاع غزة ولكن لغاية الآن يبدو بأنها باعت في الفشل فعمد العدو الإسرائيلي إلى قصف جوي عنيف على خان يونس وخاصة على بعض المنازل مثلا منزل العمور آل العمور في وسط خان يونس زعب ضحيتها سبعة شهداء كذلك الأمر كان هناك قصف على منزل آخر لعائلة الفقعاني في خان يونس كان هناك سبعة عشر شهيدا من عائلة واحدة وهذا ما يدل كما قال الدكتور دالي على ضغط في الملف الإنساني على المقاومة وخاصة أن من يتم قصف منازلهم هم مقربين من حماس أو من الفصائل الفلسطينية المتواجدة في جنوب قطاع غزة كما في كامل قطاع غزة وهي تقاوم العدو الإسرائيلي من هنا نرى بأن استهداف المنازل كثرة خلال عشرة أيام لغاية الآن وهذا ما يدل على أن العدو الإسرائيلي ماضي في غيه ربما يحقق أي شيء في المفاوضات ولكن يبدو بأن ما تسرب من القاهرة بأن المفاوضين في القاهرة قالوا له اليوم هذا رأس السقف هو يشدد على موضوع الأسرة يريد سحب ورقة الأسرة من يد المقاومة ولكن المقاومة هي واعية على هذا الموضوع وبالتالي العدو الإسرائيلي يبدو لغاية الآن أنه لم يستطع تحقيق أي نصر لا في المفاوضات ولا في جنوب قطاع غزة متزال دبابات العدو تتركز على محور بني سهيلة خان يونس كذلك الأمر على محور عبسان خان يونس والخزاعة خان يونس في هذه المنطقة خاصة الخزاعة اليوم رأينا تدمير لدبابتين ودبابة في عبسان الكبيرة بما يختص بالقرارة أيضا كان هناك قصف على القرارة وتطويق القرارة ولكن يبدو بأن العدو يحاول أيضا من هذه المنطقة يعني باتجاه خان يونس المهاجمة لغاية الآن خان يونس عصية منطقة غرب خان يونس ونعني بها يعني حي الأمل ومستشفى الأمل ومستشفى ناصر لغاية الآن ما تزال الاشتباكات على مسافة صفر مع المقاومين البوارج الحربية تنشط في هذه المنطقة وخاصة على طول شارع الرشيد كان هناك قصف اليوم على المواصي وخاصة على خيم النازحين في المواصي في رفح نفس الصورة يعني قصف على منازل للمواطنين قصف العدو على منزلين للمواطنين في رفح وبالتالي ضحيتها تسعة عشرة شهيدا من نفس العائلة كذلك الأمر بما يختص بمحيط معبر رفح وباب صلاح الدين تم قصفه ولليوم الثالث على التوالي معبر صلاح الدين يتم قصفه من قبل العدو الإسرائيلي إضافة إلى كامل هذه المنطقة من تل سلطان إلى خربة عدس إلى حي جنينا إلى حي السلام كل هذه المنطقة تقصف يوميا وخاصة ونكرر كما قلنا على منازل المواطنين المقربين من حكومة قطاع غزة ونعني به من حماس والفصائل الفلسطينية المتواجدة في هذه المنطقة أعود لسيد هاني الدالي يبدو أنه عاد إلينا من جديد سيد الدالي كنت تتحدث عن المفاوضات وبأن وفد الفصائل الفلسطينية وفد حركة حماس قدم الورقة ورقة النهائية وغادر مصر أو غادر القاهرة سيغادر القاهرة وبالتالي الآن ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل تمسك إسرائيل بعدم الخروج من قطع غزة وعدم وقف إطلاق النار بشكل نهائي وما إلى ذلك من هذه ألاءات الثلاثة التي طرحها بن يمين نتنياه سابقا نعم أنا حتى أوضح أكثر أن حركة حماس كما تفضلت قدمت ردها وموقفها النهائي على ما قدم من أوراق والموقف الآن أصبح واضح لكل الوسطاء ولكن نتنياه لا يريد وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ويرفض الاستجابة لكل جهود الوسطاء ونتنياه تحديدا والاحتلال يسعى لإفشال كل هذه الجهود لماذا؟ وهذا السؤال طبعا اللي هو الأهم لأن نتنياه يسعى لتأمين مستقبله السياسي عبر استمرار العدوان وخوفا على محاكمته وسقوط حكومته وهذا أصبح واضح ونتنياه يعرف أن وقف العدوان والمعركة على شعبنا الفلسطيني هو انتهاء مستقبله السياسي وهو هزيمة ساحقة ضد المقام الفلسطيني ضد شعبنا الفلسطيني لذلك واضح أن حماس قدمت مرونة عالية جدا وخاصة هذه المرة والوفد سيغادر بعد قليل من القاهرة ولكن الذي يفشل الجهود والذي يسعى لإفسال الجهود هو نتنياه شخصيا لأنه لم يرسل الوفد إلى القاهرة وكان هناك حديث أنه سيرسل الوفد ولكنه قصد عدم إرسال الوهد لأنه هناك أيضا نقطة مهم ولابد التركيز عليها نتنياه في الأيام السابقة ألزم نفسه أنه سيستمر في العدوان على شعبنا الفلسطيني وخاصة معركة رفح والعدوان على رفح ونتنياه قال بشكل واضح لا يمكن الانتصار إلا بعد الدخول إلى رفح وهو ألزم نفسه بهذه الورقة لذلك هو ألزم نفسه وهو قاصد لذلك حتى يستمر بعدوان على شعبنا الفلسطيني وهناك أيضا تعنت الاحتلال الإسرائيلي بعدوان على شعبنا الفلسطيني ومعظم معلومات الميدان وكما تحدث سيادة العميد هي نفس المناطق اللي الاحتلال تقدم لها يحاول التقدم لها مرة أخرى ولا يحقق أهداف بالمناسبة هو يحقق يعيد نفس الأهداف التي تقدم لها ولا يحقق أهداف ولكن هذه المرة يحاول الضغط أكثر عبر القاعدة الشعبية من خلال ارتكابه المزيد من المجازر المقاومة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني يعني مدرك كل خطط الاحتلال الإسرائيلي وكل أعمال الخبيثة التي يحاول فيها الضغط على شعبنا وعلى المقاومة لذلك أنا أقول لك بصراحة شعبنا الفلسطيني ما زال رغم ما أصابه من تدمير ومن قتل ومن انهيار المنظومة الصحية ومن تجويع أنا أقول لك بصراحة المعاناة كبيرة وكبيرة جدا لشعبنا الفلسطيني ولكن شعبنا الفلسطيني متمسك بالمقاومة الفلسطينية ومتمسك بسناد المقاومة الفلسطينية لماذا؟ لأن المقاومة الفلسطينية أساسا هي جزء من الشعب الفلسطيني هي جزء من أخويا وابن عمي وصاحبي وجاري وابن حارتي هي المقاومة الفلسطينية في كل مكان في شعبنا الفلسطيني هي جزء من هذا الشعب وهي جزء أصيل من هذا الشعب والمقاومة الفلسطينية التي قامت في طفان الأقصى هي أصبحت أكثر يعني رسوخا لدى شعبنا الفلسطيني وأكثر مكانة وشعبنا الفلسطيني في غزة يؤمن أن مشروع عسل انتهى ومشروع المفاوضات انتهى ومشروع التسوية انتهى ولا يمكن انتزاع الحقوق إلا بالانتصار على الشعب الفلسطيني إلا من خلال المقاومة هذا من ناحية شعبنا الفلسطيني ورغم أيضا الاحتلال بالمناسبة غير التجويع وغير العمليات القصف والاستهداف أيضا يقوم به كما تحدث بالعمليات المنشير والتشويه الإعلامي وكثير من الأمور التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للتحريض على المقاومة الفلسطينية ولكن واضح أيضا من ناحية أخرى أيضا شعبنا الفلسطيني ينتبه لكل أدوات الاحتلال لعمليات الضغط والتشويه والتحريض أيضا من ناحية أخرى من ناحية المقاومة الفلسطينية وقيادة المقاومة الفلسطينية ومن ناحية الفصائل الفلسطينية هناك انتباه لمخططات الاحتلال لذلك هناك اهتمام غير عادي بالحاضنة الشعبية كل ما يصل شعبنا الفلسطيني رغم قلته يتم تقسيمه ما بين المقاومة والشعب ما بين الفصائل والشعب وتم تكويل قبل أيام وتحدثنا عن هذا الموضوع تم تقويل من شعبنا الفلسطيني من فصائل شعبنا الفلسطيني جبهة داخلية لحماية المقاومة وحماية الجبهة الداخلية ومن الفصائل الفلسطينية تم تكوينها سيد دالي بالعودة لموضوع المفاوضات أنت تحدثت عن ورقة نهائية قدمت من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية على المقلب الآخر الاحتلال الإسرائيلي لم يرسل وفدا إلى القاهرة وبالتالي كما قلنا قبل قليل لا يزال يتمسك أو يتعنت حتى هذه اللحظة بما قاله مسبقا وبالتالي في ظل هذا الوضع كيف سينعكس هذا المشهد على الميدان في الأيام المقبلة نعم هذا المشهد سينعكس على الميدان الأولى من ناحية الاحتلال الإسرائيلي سيحاول يكرر كما يكرر هذه الأيام تحقيق الأهداف من نفس المناطق ومن نفس التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها ونفس حديث عن موضوع الاحتلال وتدمير المقاومة الفلسطينية بمعنى هو وصل للذروة في عملياته ويكرر هذه الظروة سيحاول الاحتلال الإسرائيلي أيضا الضغط على الجبهة الداخلية وهذا أصبح واضح وهذه يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي هي وركة القوة التي يستطيع من خلال الضغط على المقاومة الفلسطينية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يحضر لعملية الدخول إلى الرفح وتقدم قواته إلى الرفح هذا من ناحية من ناحية المقاومة الفلسطينية واضح أن المقاومة الفلسطينية في الميدان متمكنة وأفشلت كل جهود الاحتلال الإسرائيلي وكل عدوانه وكل مخططاته لمحاول التحقيق أي أهداف استراتيجية على المقاومة الفلسطينية. وأنا أقول لك المقاومة يوماً بعد يوم تتماسك أكثر. تقوى أكثر. تواجه الاحتلال الإسرائيلي بشراسة أكثر. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي واضح أخي الكريم. هناك خوف غير عادي. هناك ارتباء غير عادي. هناك أصبح تململ يزداد يوماً بعد يوم من جنود الاحتلال. ومن ضباط الاحتلال الإسرائيلي. لأنهم يتحدثون بشكل واضح. لا يوجد خطة واضحة لقيادة الجيش في قطاع غزة. ولا يوجد خطة واضحة حتى للعمل المناطق التي ينتهون منها. وهناك انتحاب أيضاً من غرب مدينة خانونس. طب هو الاحتلال الإسرائيلي قال معظم أهدافه في خانونس. وفي غرب خانونس وشرق خانونس. ولكن الانتحاب هو فشل. وهو واضح هذا الجانب. لذلك هناك تعثر داخل قطاع غزة. هناك تعثر استراتيجي خارجي بالمناسبة. نحن نتحدث أيضاً عن تململ بالجبهة الداخلية الإسرائيلية. تصاعد الأصوات التي تطالب وفف الحرب على قطاع غزة. وهذا التصاعد أصبح يأخذ منحاناً ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي. هناك أصبح خلافات داخلية بين قيادة الجيش الإسرائيلي وبين القيادة السياسية. وبين مجلس الحرب والمعارضة والقيادة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا نتيجة نتيجة الفشل في قطاع غزة. نحن أمام مرحلة عد أصابع. هكذا يمكن أن نسميها. نعم. بالتأكيد. وأنا أضيف قبل ما ورحت مع عرض الأصابع. إضافة إلى الجبهة الداخلية. هناك أيضاً تململ دولي من دعم الاحتلال الإسرائيلي. الدول التي كانت تساند احتلال بقوة. هناك أصبح تراجع وحرج من المجازل التي ترتكب الاحتلال الإسرائيلي. والصورة الغير أخلاقية التي سارت. الجميع سنتحدث بها بالمناسبة. الشعوب الغربية تتحدث فيها. السوشال ميديا تتحدث فيها. ضغط عالمي غير عادي. وهذا الضغط واضح أنه أيضاً يوماً بعد يوم يأخذ منحانة تصاعد كبير. وهنا التعثر الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي. الآن واضح أيضاً أن جبهات الإسناد لها دور أيضاً في عملية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وخاصة باليمن. وخاصة في لبنان. وخاصة لبنان نحن نراحظ بالأيام السابقة. وخاصة هذه الأيام واليوم هناك ضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وهذا في قطاع غزة. وهنا قوات الضفة الغربية. وهنا قوات بالداخل الإسرائيلي. وهنا قوات لحماية الجبهة الشمالية. وهذا ما سنتحدث عنه تباعاً في هذه التغطية. ولكن سنتابع هذه المشاهد من تصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة عند تخوم حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله نخبة القسام م liaison. ليلان للمشاهدة بإيجائكم اشتركوا في القناة 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 سيد الدالي ما الذي لفتك في هذه الفيديوهات خاصة باننا نشاهد بعد حوالي خمسة اشهر على هذه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة وهذا التدمير في الحقيقة الذي يفوق الوصف والخيال نجد بان المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة قادرة على استخدام مختلف انواع الاسلحة من اطلاق صواريخ الى اطلاق صواريخ ارض جو واسقاط مسيرات وما الى ذلك طبعا احنا كم نتحدث ونقول ان المقاومة الفلسطينية صامدة انا اقول لك بالواقع الميداني الحقيقي عندما تتابع الميدان ومجريات الميدان بصراحة ما يحدث هو اجاز عسكري حقيقي بصراحة حقيقي بمعنى الكلمة ما يحصل من المقاومة الفلسطينية هو اجاز هناك مناطق في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي قام بمسحة بشكل كامل هناك مناطق في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي قلبها يعني من الرمال قلب الدور يعني المناطق المبنية يعني بمعنى ان المناطق المبنية اصبحت تحت التراب وأنت تتحدث الآن ونشاهد المقاومة الفلسطينية أنا أقول لك ما يحدث هو إعجاز حقيقي بمعنى الكلمة هناك كثير من العالم من الدول الصديقة من الدول حتى من الدول المقربة من الشعب الفلسطيني وحتى من أقرب المقربين كان الكل يتوقع عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال سطيلها وطائراتها وأسلحتها والدول شاركت مع الاحتلال الصغير وهذه ليس حرب الاحتلال بالمناسبة هذه حرب أمريكا وهذه حرب الكون كل الكون ضد شعبنا الفلسطيني إما كان بالسلاح أو بالسياسة أو بالجانب العسكري وكان واضح الكل يقول بشكل واضح يعني أسابيع وأشهر وتنتهي المقاومة الفلسطينية لأنه الكل يقارن ما حدث بسقوط بغداد بأيام وبسقوط أفغانستان وبسقوط بعض الدول العربية بستة أيام لذلك الكل يقول أن المقاومة الفلسطينية سيتم القضاء عليها كان بشهر كامل أنت الآن ليس فقط أنه فقط تصمد المقاومة الفلسطينية باستهداف الآليات ولا الجنود لا المقاومة الفلسطينية بعد أكثر من 150 يوم ما زالت تواجه الاحتلال الغصائي وكأننا فعلا كأننا حقيقة في اليوم الأول ما يحدث إعجاز حقيقي أن تستخدم سلاح السام في قطاع غزة وأنا أعرف أعرف غزة جيدا أعرف بيت بيت في غزة أعرف شارع شارع في قطاع غزة أعرف كل تراب غزة وكل جغرافة غزة وكل مناطق قطاع غزة ما يحدث أنا أقول لك مستحيل هناك مناطق لابد أن يتحرك بها عندما ينتقل من الأنفاق هناك مناطق لابد أن يتحرك من فوق الأرض فيها حتى ينتقل إلى مواقع معينة يعني ليس كل مناطق المقاتل يستطيع أن ينتقل بها من الأنفاق هناك بعض المناطق ينتقل بها من فوق الأرض ولذلك أنا أقول لك نعم نحن أمام بصراحة كأننا في اليوم الأول وواضح أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تستخدم معظم أدواتها الموجودة سواء كانت السواريخ وهذا بطبيعة حال رغم كل الحديث التي يتحدث بها المسؤولون الإسرائيليون هذا يقيم في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بلا شك نعم نقطة بكلمة لو سمعت نعم في المقابل أخي الكريم واضح التفكك داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وانهيار معنوياته والنقطة الأهم بالمناسبة كلما تقوم المقاومة الفلسطينية بعرض صور بهذه الطريقة باستهداف الاحتلال باستهداف طيران وبقصف سواريخ على عسقلان على تل لبيب على الزيروت هذا الأمر يزيد القيادة السياسية والعسكرية تفككا ويزيد المجتمع السهيوني ضغطا وهنا قائد عسكر إسرائيلي من قيادات تاريخية الاحتلال وهذا كان مسؤول التخطيل في وزارة الدفاع يقول بشكل واضح هذه الصور هي هزيمة حقيقية للاحتلال وجيش الاحتلال وواضح لذلك يتم منعها في الداخل الإسرائيلي سننتقل إلى الضفة الغربية مع سيادة العميد أيضا الضفة لاختحامات الإسرائيلية لا تزال حتى هذه اللحظة متواصلة نعم هي تحاول أن تزيد الضغط بالرغم من اقتراب شهر رمضان المبارك اليوم كانت الاقتحامات في الخليل كذلك الأمر في بيت لحم في القدس في قلندية كذلك الأمر مخيم قلندية تعرض للاقتحامات في رامالله الأمعري كان هناك استشهاد لطفل وإصابة لمجندة إسرائيلية يعني العدو الإسرائيلي في الأمعري في أريحة في مخيم عقبة جبر في أريحة كانت اقتحامات واشتباكات اليوم شديدة في أريحة يعني منذ أكثر من ثلاث أسابيع في أريحة لم يكن هناك أي تحركات ولكن اليوم كان في أريحة في نابلوس كان هناك في بورين وفي بيتا وفي اللبن الشرقية اقتحامات واشتباكات مع العدو كذلك الأمر جرف لبعض الطرقات تول كارم كان هناك يعني عنصرين للعدو تم جرحهم في اشتباكات تول كارم أما بالنسبة لطباص هناك عدة إصابات لجنود الاحتلال في طباص في جنين كافة القرى هذه المنطقة يعني في جنين المحيطة في جنين شرق جنين وغرب جنين وحتى جنوب جنين حتى أجلم شمالا كانت هناك اقتحامات واشتباكات مع فصائل المقاومة العدو الإسرائيلي كلما دخل منطقة كلما تكبد الخسائر وخاصة في آلياته وفي جنوره وكان هناك عملية حوارة أيضا سيارة عميد والتي استشد فيها منفذ هذه العملية وجرح جندي إسرائيلي وأيضا الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال يعني الذين تم تحريرهم سابقا عمليات الطعام عمليات الطعام هناك يعني تجاسر من قبل المواطنين لأن يعني كلما زاد الضغط عليهم من قبل العدو الإسرائيلي كلما زادت شراسة يعني الإنسان وذلك لأنه يدافع ليس فقط عن نفسه وإنما عن نفسه وعن أرضه وبيته فرأينا في عدة أماكن في ضفة الغربية اليوم كان هناك عمليات طعن يعني في الخليل كان هناك عمليات طعن في القلندية كان هناك عمليات طعن في طباص عمليات طعن وكذلك الأمر في أريحة فأذن عدة عمليات طعن وهذا ما يدل على جسارة لدى المقاومين وحتى لدى المواطنين لأن العدو الإسرائيلي لا يستسني بين مواطن أو بين مقاتل وإنما يقوم بإطلاق النار على رؤوس المواطنين كما على المقاومين وبالمناسبة سياد العميد يعني في ظل هذه الممارسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدأ عملية طفان الأقصى هناك تحذيرات وأخر هذه التحذيرات سيد الدالي وثيقة لوزير الأمن جالند بعنوان خشية من تصعيد في الضفة الغربية في رمضان هذا سيدر بهداف الحرب اسمح لي أن أقرأ بشكل سريع أساس هذه الوثيقة التي بعثها جالند إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية رؤساء المؤسسة الأمنية أولا يقول يحذر من احتدام الوضع في الضفة الغربية قبيل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وبحسب كلامي يدور الحديث عن تحذير استراتيجي لشعبة الاستخبارات أمان والشباك من انفجار عنيف وثالثا تصعيد في هذه الساحة يقول بأنه من مصلحة لإيران ولي حماس رابعا يقول احتدام الوضع في الضفة الغربية يستلزم نقل قوات من غزة ومن الحدود الشمالية وسيشكل صعوبة في تحقيق أهداف الحرب خامسا يقول أسباب التصعيد ازديادة التحريد تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية ضعف أجهزة السلطة وتصريحات السياسيين الإسرائيليين وسادسا يوصي بالسماح قدر المستطاع بحرية العبادة في المسجد الأقصى كيف تقرأ هذه الوثيقة وهذه التحذيرات ولماذا حتى الآن لا يعمل بها بالمناسبة بحسب المصادر تقول بأن كلام جالنت الذي جاء فيه الوثيقة هو كلام أدل به سابقا أكثر من مرة في عدة منتديات مغلقة وبالتالي هذا الكلام يعني كان يتردد داخل الأروقة الإسرائيلية لماذا لا يعمل به طبعا واضح أن هذا الكلام هو تعبير حقيقي عن الواقع في الضفة الغربية وتحديدا في القدس وتحرك شعبنا الفلسطين والعمليات التي تزداد يوما بعد يوم وهناك تحذيرات بالمناسبة ليس فقط من جالنت من أجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي وهناك أيضا أجهزة عالمية أمسة الاحتلال الإسرائيلي وهناك أيضا كان توصيات بمنع اليهود والمستوطنين من دخول المسجد الأقصى المبارك في رمضان ولكن واضح عدم الأخذ بهذه التحذيرات بشكل كبير جدا لأن الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة تحديدا لا يفكر بشكل عقلاني الاحتلال الإسرائيلي يفكر بغريزة الانتقام فقط وهذا أنا بالمناسبة ما يقوم بالاحتلال الإسرائيلي هو تفكير هذا الانتقام الغريزي هو الذي سيكون سبب من أسباب انهيار الاحتلال الإسرائيلي وانكفاءه وهزيمته بشكل كبير جدا لأن هذه عملية التفكير الانتقام تحديدا في قطاع غزة هي التي جعلت الاحتلال الإسرائيلي الآن لا يحقق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في قطاع غزة ولا يستطيع أن يقدع على المقامة الفلسطينية ولا يستطيع أن يقدع على الشعب الفلسطيني لهذا الحد هناك سيطرة لسموتريتش وبنغفير ربما على هذه الحكومة أو على الأقل على بن يمين نتنياهو هما من يوجهان البوصلة لهذه الحكومة بالتأكيد لماذا لأنه نتنياهو يعرف بأنه إن لم يستجب لهذه هذا الاتلاف الصهيوني المتطرف نهايته ستكون بالسجن وهذا واضح ونهاية مستقبله السياسي ستنتهي هو مصير مرتبط الآن بالإتاف الصيوني المتطرف هناك كثير من الآراء والاقتراحات والقرارات يضغط على نتنياهو الأخذة وهي لا علاقة لها بالعقلانية ولا بالمنطق ولكنه يستجيب لهم ولكن هنا نقطة مهمة لابد أن تكون واضحة للجميع واضح أنه خلال بعد موضوع مطالبة المقامة الفلسطينية وفصال المقامة الفلسطينية لطوفان الأقصى العالمي تحديدا أو طوفان الأقصى العالمية هناك تحرك جدي أولا في الضفة الغربية وعمليات شعبنا الفلسطيني ستزادا يوم بعد يوم بمعنى هناك استجابة للمقامة الفلسطينية وفصال الفلسطينية بموضوع طوفان الأقصى وهناك تحضير لشعبنا الفلسطيني لطوفان الأقصى ما يقوم به شعبنا في الضفة الغربية هناك أيضا مقطة مهمة لابد أيضا أن تكون واضحة أن شعبنا الفلسطيني وأن المقامة الفلسطينية تراهن بشكل كبير جدا على طوفان رمضان أنا هنا أؤكد هذه الكلمة المقاومة الفلسطينية تراهن بشكل كبير جدا على طوفان رمضان أولا من أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية أنا هنا أوجد تحية خالصة لشعبنا الفلسطينية وكل فصال وكتاب شهداء الأقصى كتاب القسام كتاب أبو علي مصطفى كتاب المجاهدين سرايا القدس كل الفصائل التي تعمل بإخلاص وكل أيضا الخلايا التي تعمل بالضفة الغربية التي فعلا لها دور كبير في تصاعد العمل في مواجهة احتلال السائل وانتقال القدس هذا من ناحية هناك أيضا رهان من المقامة الفلسطينية على أمتنا العربية والإسلامية حول طوفان رمضان العالمية التي لابد أن يكون هناك تحرك من أمتنا العربية من ناحية المقاطعة أو من ناحية المسيرات والضغط ويعني تهديد مصالح الاحتلال الإسرائيلي أنا أقول لك أخي الكريم وواضح بأن هناك استعدادات على كل حال لهذا الموضوع في العديد من الدول سيد الدالي ولا ننسى بأن آخر جمعة من شهر رمضان كما أعلنها الإمام الخميني قبل أكثر من أربعة عقود هي يعني يوم القدس العالمي وبالتالي الاعتقاد بأنه شهر رمضان كله سيكون يوم القدس العالمي هذا العام بسبب ما يجري في قطاع غزة سيادة العميد نعود إلى لبنان الجبهة كانت محتدمة في الحقيقة منذ يومين واليوم أيضا يعني واضح بأنه منذ الصباح وهذه الجبهة مشتعلة نعم يعني يبدو بأن العملياتي التسلل التي يعني التي فشلتا يعني في من 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 قبل العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية يبدو بأنه كان هدفها كبيرا وبالتالي يعني جنة جنون العدو الإسرائيلي اليوم كانت العمليات كالتالي يعني هناك منذ قليل تم قصف في مزارع شبعة هنا هدف سمين للعدو الإسرائيلي بالبركان كان هناك العدو الإسرائيلي اليوم استهدف في منطقة العديسي هنا مركز الإسعاف وكان به المصعيفون وهذا يعني ضد القانون الدولي الإنساني استشهد ثلاث يعني يعني مصعيفين في العديسي هنا كذلك الأمر سادفت عندها سادفة المقاومون كل هذه الجبهة يعني الغجر والوزاني تم استهدافهم اليوم كذلك الأمر سنير هنا على الحدود مع يعني جولاني المحتال تم استهدافها كذلك الأمر المطل تم استهدافها وكريات شمونة بصليات كبيرة تم استهدافها حتى أن كان هناك دبابة في كريات شمونة تم استهدافها أما في هذه المنطقة تلت الطيحات وهي تلة أسفل جبل نزر تم استهدافه من قبل المقاومة بسلاح مضاد للدروع وتم تدمير دبابة مركافة بمن فيها كانت هذه الدبابة يعني تسير وبالتالي حققوا فيها إصابة يعني مئة في المئة لذلك قصف العدو الإسرائيلي الإخيام وأيضا الحمامس كذلك الأمر قصف الكفاركلا والعديسي وحولة منذ تقريبا الساعة كان هناك مجزرة في حولة تم قصف منزل لعائلة بمن فيه وهذا يعني أيضا يعني كما يحدث في قطاع غزة شمالا وجنوبا كذلك الأمر حصل في حولة قصفت غارة جوية منزل في حولة وكان هناك العديد من الشهداء من عائلة واحدة والعديد من الجرحة فهذا العدو الإسرائيلي يصاعد بسبب فشله كما في يعني غزة كذلك في جنوب لبنان في المنطقة الوسطى كان هناك استهداف لمنطقة عي ناثا في المنطقة الوسطى بغارة جوية هنا الإفشال التسلل كان من هذه النقطة ويبدو أنه كان متزامنا مع زيارة هوكستين إلى لبنان هي نوع من الضغط على لبنان لقبول بيئة الشروط المعروضة هل هو للضغط فقط أم ربما هناك أهداف عسكرية بطبيعة الحال لهذه عمليتين التسلل بخربة زرعيد وبوادي قطمون هدفين هدف عسكري أكيد ولكن لم تتضح يعني معالمه ولكن المقاومة قاموا بتدمير القواتين المتسللتين وعندما نقول تسلل هي عملية نوعية لا ينفذها إلا قوات النخبة من هنا كانت قوات النخبة فيها العدو الإسرائيلي هي من نفذ العملياتين ولكن وقعوا قتلى وجرح من جراء يعني راصد المقاومة لهما هذا بالقطاع الأوسط أما بالقطاع الغربي فكان استهداف لدبابة مركافة أيضا بعد الظهر في انطوعة وتم تدميرها بمن فيها سكنت برانيت أيضا تعرضت لألقصف كذلك الأمر شميرة وبركة ريشا حتى بالصوت وصورة كما عرضتها قناة الميادين بقيت تقريبا أكثر من ساعة ونصف تحترق التجهيز سنتبعها الآن أيضا سيادة العميد حيث رصدت كاميرا الميادين مشاهدين السهداف المقاومة الإسلامية موقع بركة ريشا ومن ثم أعلن الإعلام الحربي في بيان أن مجاهدية المقاومة السهدف قوة عسكرية مؤللة للعدو في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية مادة إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها سنتابع مع علي مرتضاء يعني بالفعل قبل قليل رصدنا إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه الجليل الغربي بالتزامن مع ذلك دوت صافرات الإمذار على تطبيق الإمذار في مستوطنات شوميرة والمحيط أيضا في الجليل الغربي وبعد ذلك كما تشاهد تصاعدت ألسنة الدخان هذا المكان بالتحديد هو موقع بركة ريشي ربما نتحدث عن محيط الموقع أو الموقع بحد ذاته طبعا لبعد المسافلة استطيع التقدير ولكن هذا الدخان المتصاعد على الشاشة الميادين مباشرة هو دخان متصاعد من استهداف من لبنان باتجاه بركة ريشي بحد ذاته إذن مشاهدين كانت هذه الصور التي رصدها زميلنا علي مرتضى مباشرة لهذا الاستهداف لموقع بركة ريشي أعود لسياد العميد وإلى جبهة اليمن سياد العميد طبعا يعني اليمن كذلك كما جبهة لبنان هي جبهة مختعلة بشكل دائم استهدافات متواصلة للسفن الأمريكية البريطانية والإسرائيلية بالرغم من الاعتداءات المتواصلة أيضا من قبل أمريكا وبريطانيا صحيح يعني كما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع العميد يحيى سريع نعم بأن تم استهداف يعني سفينة تجارية على ثماني وثمانين ميلا جنوب شرق عدن وبالتالي اعترفت يعني سويسرا بأن هذه السفينة هي سفينة تابعة لها وهي سكاي اثنين يعني سماء اثنين اعترفت بأنها تم إصابتها كما اعترف موقع الأمن البحري أمري بأنها تم إصابتها على مرحلتين وتم إصابتها في مكان منامت يعني من يقدم على هذه السفينة وفي أيضا في الحاويات طيب هل من الممكن بشكل سريع أن نحدد أماكن سيطرة الحكومة اليمنية نعم الحكومة اليمنية بطبيعة الحال هي تسيطر على هذه البقعة من المنطقة ككل غاية عدن فهذا هذه تقريبا هي المنطقة التي تسيطر عليها حكومة صنعاء وكانت حكومة صنعاء قد يعني أعلنت بأن العمليات ستستمر على السفن التجارية تابعة لدولة الكيان الإسرائيلي أو لأمريكا أو لبريطانيا كذلك الأمر أعلنت بأن استهدفت البوارج يعني الحربية المتواجدة في البحر الأحمر كان بوارج الأمريكية أو لبريطانيا برشقات وهذا ما اعترفت به أيضا يعني القيادة الوسطى الأمريكية وقالت القيادة الوسطى الأمريكية بأنها استهدفت هنا في مديرية باقم منطقة يسنم بثلاث غارات وقالت بأن هذه الغارات هي على صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه قواتها المتواجدة في البحر الأحمر فأذن هناك تصميم لدى القوات المسلحة اليمنية على محاصرة يعني الكيان الإسرائيلي من خليج عدن ومن البحر الأحمر دعما وأسنادا لغزة شكرا جزيلا لك العميد شربل أبو زيد خبير عسكري وستراتيجي وأيضا أشكر هاني الدالي خبير في شؤون المقاومة الفلسطينية شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا في الميدانية والشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة